مرحبا بكم جميعا في ريسكول اسمي ضحى وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدارك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شركنا إكسفلو داتا على دعمه لنا في إنجاز هذه الكابسولة اليوم سنراجع درس الأعداد من 0 إلى 499 القراءة والكتابة والتمثيل الذي درستموه في القسم سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوة اللازمة للتمكن من قراءة الأعداد من 0 إلى 499 وكتابتها وتمثيلها هل أنتم مستعدون؟ سنبدأ بهذا التمرين أمثل الأعداد التالية في جدول المنازل ثم أقرأها وأكتبها بلسان القلم نبدأ بالعدد الأول فنضع الرقم 9 في منزلة الأحد والرقم 7 في منزلة العشرات والرقم 1 في منزلة المئات ثم نقرأ العدد ابتداء من منزلة المئات مئة وتسعة وسبعون نمر إلى العدد الثاني فنضع الرقم 1 في منزلة الأحد والرقم 5 في منزلة العشرات والرقم 3 في منزلة المئات ثم نقرأ العدد ابتداء من اليسار ثلاثمائة وواحد وخمسون ننّي بالعدد الأخير فنضع الرقم 9 في منزلة الأحد وتسعة في منزلة العشرات والرقم 4 في منزلة المئات الآن نقرأ العدد أربعمائة وتسعة وتسعون أحسنتم ريسكول وإكس فلودتا فخوراني بكم ننهي الآن بالتطبيق التالي سنكتب في كل مرة بالأرقام ثم بلسان القلم العدد الممثل على المعدد ثم سنمثل على المعدد العددين التاليين نبدأ بالسؤال الأولي وسنكتب في كل مرة بالأرقام ثم بلسان القلم العدد الممثل على المعدد نبدأ بالمعدد الأولي لدينا ثلاثة أقراص في الأحادي وخمسة أقراص في العشرات وقرص فقط في المئات بالتالي العدد الممثل على المعدد هو مائة وثلاثة وخمسون نمر إلى المعدد الثاني ولدينا ستة أقراص في الأحادي وأربعة أقراص في العشرات وقرصان في المئات بالتالي العدد الممثل على المعدد هو مائة وثلاثة وأربعون الآن كم يسوي العدد الممثل في المعدد الثالث إليكم مهنة للتفكير أحسنتم الإجابة العدد الممثل بهذا المعدد هو ثلاثمائة وأربع نواصل مع التمرين الآن سنمثل على المعدد العددين التاليين نبدأ بالعدد الأول أي مائتين وثلاثة وثمينون فنضع ثلاثة أقراص في الأحادي وثمانية أقراص في العشرات وقرصان في المئات الآن كيف نمثل العدد أربعمائة وخمسة وستون على المعدد إليكم مهنة للتفكير أحسنتم الإجابة يتم تمثيل العدد أربعمائة وخمسة وستون على المعدد كالتالي أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمرين والمشاهدة المستمرة للكابسولات المنجزة بالاشتراك مع إكس فلو داتا إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوهات التعليمية الأخرى أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة